تظهر هذه اللقطات عواقب هجوم الجيش الروسي على أوديسا الصيف الماضي دمرت عشرات الصواريخ التي استهدفت المدينة مساكن المدنيين جدتي تحب الظهور الآن هي تتحرك إلى منزل آخر ولذلك الأمر هكذا بعد الستة أشهر قامت فاليريا صاحبة إحدى الشقك المدمرة بالانتقال إلى شقة جديدة وتقول إنهم لم يكونوا في البيت وقت القصف ولذلك لم يصب أي من الأقارب بأذن كانت هناك خفرة كبيرة إذا نظرت إلى واجهة البيت ستجد أن الضرر قد لاحق بالجناح الأيمن بينما كانت شقة في الجناح الأيسر وهانت أقل من خيرها كنا نتمنى حقا أن نبقى هناك لكن اللجنة قررت أن المنزل في حالة سيئة فقررت تفكيكه وبعد أن اتفق على تفكيك المنزل بعد القصف قدمت واليريا وصائق للحصول على تهويد من الدولة عن المنزل المدمر ساعدها أعضاء اللجنة في الإجراءات المؤقدة لقد اتصلت بنا جميعا نحن المقيمون في المنزل الواقع في الشارع بريمورسكيا رقم 25 وشرحت لنا ما يجب القيام به حصلت على الاستشارات في كل مرحلة وتلقيت أكبر قدر ممكن من المساعدة المختلفة التي كان من الممكن تقديمها لي لقد استغرقت عملية الخصول على التعويض بعض الوقت حوالي ستة أشهر من الانتظار وكان المبلغ الذي دفعته الدولة كافيا للشراء شقة بمساحة مماثلة في منطقة مجاورة الأسرة سعيدة مع الشراء سأكون صادقة لم أتوقع أنهم سيغطوني المال لشراء شقة جديدة لكننا فعلنا كل ما بوصعنا أنا وجدتي لكنني لم أصدق ذلك حتى اللحظة التي اتصل بي فيها المالك السابق للشقة وقال ليرا كل شي على ما يرام لقد وصل المال بالفعل إلى حسابي فيكتوريا هي واحدة من أوائل سكان أوديسا الذين حصلوا على التهوضات عن المساكن التي دمرتها روسيا مرت الفتاة بجميع الإجراءات البوريقراطية تقديم المستندات عبر مركز الخدمات الإدارية وانتظار اجتماع اللجنة المتخصصة الآن تم تبسيط الإجراءات بفضل دمج هذه الخدمة داخل تطبيق دية بعد هذه الخطوات الثلاثة الخطوة التالية هي اختيار منزل جديد وحجز الأموال بواسطة تطبيق دية سوف تتلقى تأكيدا خلال خمسة أيام عمل بعد ذلك يتم إسقاط حق ملكية المنزل المدمر والتنفيذ صفقة البيع والشراء في خضون خمسة أيام سيتم تحويل الأموال إلى حساب البائع وزارة تنمية المجتمعات والأقاليم والبنية التغطية في أوكرانيا منذ بداية الغازو الروسي لأوكرانيا طلقت أكثر من ألف عائلة أوكرانية أموالا لشراء مساكن جديدة في المجموع قدم أكثر من ثمانية ألاف شخص طلبات للحصول على التغويد بهدان مكسيمت نكيتا بابانك من أديسا لقناة UATV عربية